أعلنت استفارة الأمريكية في بغداد أن قوات التحالف نفذت 26 ألفا ومئة ضربة منذ انطلاق معركة الموصل في تشرين الأولى الماضي وقالت استفارة إن القوات الأمنية العراقية وبدعم من التحالف تواصل التقدم ومحاصرة مقاتلي التنظيم في الأحياء القديمة بعد مئة يوم من انطلاق معركة الجانب ليمن من جهتها عازت القوات الأمنية تأخر حسم المعركة إلى وجود مئات آلاف المدنيين المحاصرين في الأحياء القديمة